شهدت محافظة قنة إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لأعمال الإحلال والتقديد لمحطة مياه شرب بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوس ومحطة رفع صرف صحي في قوس وأوضح محافظ قنة أن الطاقة الإنتاجية لمحطة المياه بلغت 80 لترا لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه وتخدم نحو 50 ألف نسمة من أهالي جزيرة مطيرة وتوابعها اشتركوا في القناة